جددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على استمرار التعليم في جميع مدارس المملكة وجاهيا قائلة إنه لا يوجد أي قرار أو توجه إلى تحويله عن بعد وأكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم ومدير التعليم العام أحمد مسعفي أن ما يتم تداول حول نية الوزارة التوجه إلى التعليم عن بعد الأسبوع المقبل غير صحيح وسيكون التعليم وجاهيا وأضاف أن الامتحانات النهائية التي ستبدأ مطلع الشهر المقبل ستكون وجاهية هي الأخرى وأن أي رسالة يتم تداولها بغير ذلك لا أساس لها من الصحة